النهاردة مجلس إدارة النادي الآلي كان عنده اجتماع أصدر عددا من القرارات التنظيمية للعمل داخل النادي خلال الجلسة استعرض المجلس الزيارة اللي أم بها كابتو محمود الخطيب رئيس النادي إلى معالي الأستاذ الدكتورة عاصم الجزار وزير الإسكان وجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى معالي الوزير بعد اعتماده إضافة بعض الإنشاءات المهمة لمشروع الأهلي في الشيخ زايد منها إضافة مسجد وحمام سباحة جديدين إلى المخطط العام للإنشاءات في فرع الأهلي بالشيخ زايد تم التصديق أيضا خلال الجلسة على توصيات المكتب التنفيذي في اجتماعيه السابقين مع اعتماد التصور المقدم من لجنة شؤون العاملين فيما يتعلق بهيكلة الجهاز الوظيفي الخاص بفرع النادي في التجمع الخامس المجلس أيضا أصدر بعض القرارات في التعينات بالنسبة لمدير النادي وفروعه قرر مجلس تعيين العميد أحمد النحاس مديرا لفرع النادي الجديد في التجمع الخامس قرر تعيين العميد محمود حزين مديرا لفرع النادي بمدينة نصر وقائما بأعمال مدير الأمن لحين تعيين مدير أمن للفرع بس المس عشان تفهم خالفا للواء أحمد النحاس اللي راح التجمع قرر كذلك المجلس تجديد الثقة في السيدين خالد مرسي مديرا لمقر النادي بالجزيرة واللواء خالد عبد الرحمن مديرا لفرع النادي بالشيخ زايد وقرر المجلس تكليف عمر ممدوح قائما بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر واعتبر المجلس الجلسة ممتدة لتوجه الكابتن محمود الخطيب وعضاء المجلس لتقديم واجب العزاء في المغفور له بإذن الله الأستاذ رجائي عطية ده يمكن أبرز القرارات اللي اتخذت في هذا الاجتماع يعني مما يشي بأنه خلاص التجمع على وشك اتعيله مديري النهاردة اعتمد جهازه الوظيفي سنعرف من سيشغل هذه الوظائف وكده النادي يزوله عند عرانوي على ممر الانطلاق طيب ده بالنسبة للشأن الإداري والتنظيمي لكن في الشأن الكروي بقى الأهل بيواصل لاستعداداته مبارح استأنف الفريق تدريباته النهاردة أدى المران التاني له صباحا مستر بيتسو موسماني المدير الفن اجتمع مع الفريق في بداية المران في إطار خطة جادة جدا وقوية لتجهيز الفريق لمباراة الهلال السوداني إلا هتكون بإذن الله مسائل الأحد القادم أمن مدير الفني بالتوزيع وتوجيه بعض التعليمات الفنية وإطمأن على حالة اللاعبين اللي شاركوا كلهم يمكن المتاحين رجع محمد هاني شارك في التدريبات بقوة برستة وموجود في التمرين بقوة صراح محسن أيضا بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والدكتور أحمد أبو عبلة أكد أن الأشعة اللي جريت لللاعب جاءت مطمئنة للغاية وأشار إلى أنه صراح محسن بيبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من هذا البرنامج كابتن سالعب حفيز مدير الكورة أيضا أكد أنه مطمئن في خبر ما عرفش أنت مأجله ولا تفضل خبر يعني هو مهم للأعضاء تفضل ده نقلا عن المهات سامح علي كامل أي مشاركة الهندسي أي إن يتم افتتاح ملاعب البادل تنس ودي لعبة يعني كنا بنلعبها من ستنات أي هي زي التنس بس في ملاعب أصغر كتير أي وبمضارب راكت أي وتم تطورها بعد كده أي إن بقالها زي ايه التحاد دولي آآ واتعمل لها ملاعب بمواصفات متطورة ألبت بجد ألبت بجد آآ في افتتحوا ملاعبها افتتحوا الملاعب في مدينة ناصر وسامح بيقول ملاعب البادل تم استرادها من أسبانيا وفقا لأفضل مواصفات إن هي دمج ومش تنس بقى لوحديها أكي الناس كواش برضو عملوها في قفة الزجاجي كده أو بتاع إنك ممكن ترد الكورة من الحيطة وتلعبها أنت كمان أي فمزجوا اللعبتين مع بعض بقى اسمها البادل لعبة شائقة جدا طيب وكمان مجلس الإدارة بعد ما افتتح البادل المهندس ساعد لي أشار لكم لتصريح المهندس سامح الملاعب بقى ملاعب البادل اللي تم افتتاحها وده التوسع في خدمة أعضاء النادي الحياب في الشأن الرياضي كمان يعني الحياب فرع مدينة ناصر ما شاء الله بقى سواء ما يتعلق بكل المطاعم الفوت كورت الجاراج كل حتى الملاعب الجديدة بيحظى بها هذا الفرع نظرا طبعا المساحة تسمح والمخطط الهندس بتاعه يسمح بكده عايز ترح تلعب يعني أعدام مجلس إدارة هم بيلعبها هو بس الغزاوي عايز يخسله مثلا 30 كيلو عشان يقدر يجاري زميله فسم غالي لكن هي لعبة جميلة يعني احنا كنا بنلعبها كنا بنستمتع جدا جدا طبعا هي تطورت هتوبقى أسرع لأن وراك حيطها زجاجية بتردلك الكورة اي وانت بكامل وتلعب بس لعبة ممتعة جدا التينس المغلق